أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن ما غللتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصة والركبس فل منكم ولو تباعدتم لاختلفتم في المعاجة لكن لقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريك هم الله في منامك قليلا ولو وراك هم كثرا لفشلتم ولتناسعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقلدكم في أعينهم ليقضي الله أمرا وإذا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم في أتاكم فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيع الله رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ليحكم اصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس يشدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جاروا لكم فلما تراءت الفئتان نكاس على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني يخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يطربون وجوهكم أدباركم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأ بآل فرام الذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قضي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة لنعمها علاقهم حتى يغيروا بأبئة نفسهم وأن الله سميع عليم كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوب فأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهبت منهم ثم ياخدون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيالة فمذليهم على سبا إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسب أن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ومن رباط الخيل ترهبون به عدوا ليعدوكم آخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل لا يفق ليكم أنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخضعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنفسه هي بالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في اللغة جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرد المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مئتين يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئت يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئت صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى إسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله أريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في يديكم للأسراء يعلم الله في قلوبكم خيرا إن يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد قاد الله من قبل فأمكل منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاخدوا بأموالكم آفسهم في سبيل الله والذين آوى ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من الشيء حتى يهاجروا وإن يستغموا صروركم في الدين فعليكم النصر لا علاق ومن بينكم وينكم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا وتكون فتتهم في الله فسادهم كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آوى ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورسق كريم والذين آمنوا من بعد خادروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعد مولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم برات من الله رسوله فإن طبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معدس الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عهدتهم من المشقين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فاتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سنخذ الأشهر لحرم فقدروا المشركين حيث جدتموه واخذوه ومحصوره ومقعدوا لم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتبوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استدارك فأجروا حتى أسمع كلاب الله ثم أبلغه مأمنا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذم يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبكم أكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله سبنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون فيه مؤمن إلا ولا ذمه وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتفوا الزكاة خالقوا في الدين لبصر العيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا وإمة الكفر لهم لا إيمان لهم لعلهم ياتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا وإيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله حقا تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذقهم الله بعيدك ويخذك ما ينشركم عليه ما يشفى صدور قومهم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبه ما يتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أن حسبت من تتركوا ولأما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولا نتخذوا من مدود الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبيطت أعمالهم في الدنيا فولئك حبيطت أعمالهم وفي النارهم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واللوم الأخر يقام الصلاة والزكاة لم يخشل الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم ثقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كما نعمل بالله واللوم الأخر جاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين أمنوا وخاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة من هو لطول وجانات لهم فيها نعيم ومقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين أمنوا ورعدت تخذوا آباءكم أو إخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان أباؤكم وأبناءكم أيخانكم أزواجكم عشيرتكم وعشيرتكم وأموال يقترفتموها وتجارتهم تخشعون قسادها ومساكن ترضونها أحب عليكم من الله ورسوله وجهد في سبيل ما تربصوا حتى يأتي الله بأمري والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مجبرين ثم أنزر الله سكينته وعلى رسوله وعلى المؤمنين وأنزر جلودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم أتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجسوا فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عينتا فاستعبغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتل الذين لا يبنون بالله ولا باليوم لا يحرمون ما يحرم الله رسوله ولا يدينون دين الحق من الذين عدوا الكتاب حتى يعدوا الجزة عن يدين وهم صادرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أما يؤسكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله المسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها وحدا لا إله إلا هو سبحانه وعما يشيكون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواهه ويأبى الله إلا أن يطمنوا له ولا يكره الكافرون هو الذي أغسل رسوله بالهدام دينه حق لي يضره وعلى الدين قل له ولو يكره المشيكون يا أيها الذين يمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموالا في سبيل البعض ليصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله وخلق السماوات الأرض منها ربعة حروم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم مقادر المشهرين كافتا كما يقادر لكم كاف واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه وعاموا يحرمونه عاما للواطئ عدة ما حرم الله في يحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يَا أَيُّهَا أَيُّهَا الَّذِي نَامَرُوا مَعَلَكُمْ إِذَا يَقِيدَ لَكُمْ هُنْفِرُوا فِي سَبِيدِ اللَّهِ قَدْلَوْمْ إِلْاوَ مِنْ синَقَّ اَسْتَقْلْةُ ap söhklain إن الله معنا فأنفر الله سقينته عليه أيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفاظا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك لكن بعدد عليهم الشقة وسيحلفون من الله الأبستطعنا لخرجنا معكم هلكونا مرسهم والله يعلم إنهم كاذبون عفى الله عنك لما ذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله اللي وبالله أخذ أن يجاكدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله اللي وبالله أخذ وارتابت قلوبهم فهم في رئبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن قده الله بعاثهم فثبتهم قيلك عدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأودعوا خلالكم لغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد بدغف الفتة من قبل قلبوا لك المور حتى جاء الحق وظهرهم الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذل ولا تفتين لنا في الفتات استقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصيبك حسرتهم ورسوهم إن تصيبك بصورة وإن تصيبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتر لهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكما إن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إلا معكم وتربصون قل أنفقوا طوعا وكرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة لله وهم قسالا ولا ينفقون ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم لا أولادهم إنما يجد الله ليعذبهم في الحياة الدنيا ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأنا وغارات أمد دخلا لغل إليهم يجبحون ومنهم من يلبزك في الصدقات فإن يعطوا منها ردوا وإن لم يعطى منها إذا هم سقطون ولو أنهم ردوا ما آتاهم الله رسوله وقالوا حسبنا الله سيأتينا الله من فضله ورسوله إن عذا الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكن والعاملين عليها والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب الغاربين في سبيل الله بن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي يقولونه أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله يؤمن بالمؤمنين رحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليردوكم الله رسوله وأقيدوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحذر الله رسوله فأن لكم نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم صورة أن تنبئهم مما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم لا يقولون إنما كن ما نخود ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفوا عن طائفة منكم معذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون المنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمكر وينهون عن المعروف يقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين المنافقات الكفار على جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلهم كانوا كالذين من قبلكم كانوا وشد منكم قوتا أكثر أمرالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم خذتم كالذين خاضوا أولئك حفظت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوحي وعالي وسمود وقوم براهي وأصحاب مدينة والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف أنهون عن المنكر يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة يؤتون الله رسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الهر خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين أغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصيد يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر كفروا بعد إسلامه مهم بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله رسوله من فضله فإن يتوبوا يكون خيرا لهم وإن يتولوا يعذرهم الله عذابا لمن في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقنا لنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله باخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم لا يمل قوله بما أخلف الله ما وعدوه وما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين بالصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أولاد استغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مواتا فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله رسوله والله لا يهد القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرموا أن يجاهدوا بأموالهم عنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قلناه جهنم شد حر لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبقوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإذ رجعك الله إلى طائفة منهم فاستازنوا وقل الخروج فقل لا تخرجوا معي أبدا ولا تقاتلوا معي عدو إنكم رضيب بالقعود أو الغرات فاقعدوا مع الخالفين ولا تصلي على أحد منهم ما تبدأ ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم كافر وإذا أنزل السورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن قل الطول منهم وقالوا زرنانكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وجاء المعذرون من الأعراب لإذنهم قاد الذين كذبوا الله رسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرجوا ندان الصحر وجل الله رسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما توقلوا تحملكم قلت لا يجد ما يحملكم عليه تولوا أعينهم تفيدوا من الدمع حسنا أن لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك هم أغلياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر